السلام عليكم التلبينة التلبينة هي أساسا الشعير مطحون بالنخالة وسميز بالتلبينة لأنها بيضة وناعمة بحلب مرحبا بكم في قناة مونيا جودي قبل ما نبدأ بالمكونات والطريقة نذكركم بالإعجاب بالفيديو الإعجاب والإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس التلبينة لها فوائد صحية كثيرة ووص عليها النبي عليه الصلاة والسلام ونخلي لكم في صندوق الوصف بعض الأحاديث وبعض الفوائد الصحية ترجمة نانسي قنقر انا زينتها بالمكسرات اللوز القرقاع اللي هو الجوز والفول السوداني حمرت اللوز والفول السوداني في الفرن وطحنتهم طحن خشن مهرمش المقادير عندي ملعقة كبيرة من التلبينة الشعير المطحون بالنخالة نصف كوب ماء تقريبا نصف كوب حليب والهيل حسب الرغبة ممكن تحط زعفران ممكن ما تحطيش طحنت الهيل وخلطوا مع التلبينة حطت ملعقة التلبينة في الماء حركت جيدا حركيه جيدا من بعد حطته في كسرول يسخن جيدا قبل الغليان نضيف الحليب ضفت الحليب وخليتها حتى تغلي هي بدت تغلي تلبينة بنكهة الهيل جهزة هنا ضفت ملعقة سكر ممكن تضفي العسل في الآخر زينتها بالمكسرات أو اللاب اللوز والفل سودان اللي طحنتهم ضفت الزبيب والجوز والقرقع والهيل تزيين فقط بصحة وراحة إن شاء الله تعجبكم شكرا شكرا